جي الوقت بقى ان احنا نشوف كمان الصحافة العالمية قلت ايه في المحترف طيب نبدأ عنوين الصحف العالمية. عندنا طبعا كالعادة صحف العالمية اهم عنوين الصحف العالمية والمواقع الرياضية قلت ايه في المحترف هنبدأ من البرتغال وابولا. جولتنا بصحيفة اابولا البرتغالية اللي اهتمت برغبة فاريس سان جيرمان في ضم اللاعب مانويل اوغارتي طبعا لاعب سبورت انجليش بونا وهتمت صحيفة كمان بتصرحات بيتو ديكوستا رئيس نادي بورتو اللي اكد خلالها ان ثقة الشرقاء منحت الدافع للاستمرار في منصبه كرئيس للنادي ديلي اكسبريس صحيفة ديلي اكسبريس الانجليزية كتبت يزيد الوضع سوءا طبعا احصائية صادمة بتظهر تأثير الجدول المزدحم بالمباريات على يعني جسد اللاعبين في اشارة لزيادة اصابات لعبي الفريميال ليج بنسبة 30% الموسم الماضي وكتبت يعني غضب ريتشالسون ده طبعا قال انه بيقولن كثير من الحديث للفيفا وقلة الفعل للتصدي للعنصرية لسه في انجلترا مع جريدة ميرور في شالسون ينتقد الفيفا بسبب كثرة الحديث وغياب الفعل عقد طبعا تعرض اللاعب لالقاء بالموز عملية عنصرية ايضا للاعب والمنتخب البرازيلي طبعا كتبت الصحيفة كمان رسميا البريميال ليج يتحطم والاصابات تصل الى نقطة كارثية بسبب تأثير تراقم المباريات ديلي تيليجراف الانجليزية ركزت على دخول تشيلسي السباق على ضم اللاعب بلينجهام لاعب بروسيا دورتموند واصلاحي فأكدت رصد 130 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب نروح لاسبانيا وجريدة ماركة الاسبانية ركزت على حفل جوائز الدوري الاسباني وتدويج كريم بن زيمة بتلت جوائز طبعا كريم بن زيمة بيفوز بكل الجوائز على مستوى اللي جاء الاسبانية صحيفة كمان اهتمت بعودة لوكا مودريتش لريال مدريد وكتبت مودريتش لم يعود مصابا اهتمت كمان الجريدة بمنتخب اسبانيا وكتبت فوضى في الهجوم لسه في اسبانيا نروح لسبورت الاسبانية اللي ركزت على مشاكل الدفاع في فريق برشلونة بعد الاصابات اللي ضربت أروخو وكوندي وبليرين وكتبت صداع في رأس الدفاع والصحيفة كمان اهتمت بالسولاسي بوسكتس وجافي وبيدري وكتبت السولاسي السحري لبرشلونة ومنتخب اسبانيا اهتمت كمان هذه الجريدة بامكانية عودة ميسي لبرشلونة وكتبت برشلونة يرى امكانية في التوقيع مع ميسي نروح سريعا لفرنسا الكيب الفرنسية اللي ركزت على باريس سان جرمان والنجمان امتابي ونيمار وكتبت خلافات مسألة الخلافات ما بين نمار وامتابي كمان الصحيفة تمت به الهوليجانز في فريق كورت القدم وكتبت الهوليجانز ظاهرة مثيرة للقلق وكتبت الهوليجانز في فريق كورت وكتبت الهوليجانز في فريق كورت